شبوة محافظة منكوبة جاء الدور إليها لتعلن منكوبة من قبل السلطات المحلية فيها والسبب وفاة خمسة أشخاص بمرض الحصبة وإصابة 350 الوضع بات مقلقا للغاية يقول المدير العام لمكتب الصحة بالمحافظة ناصر البعسي فقد تفشى الوباء بجميع مديريات المحافظة مع ازدياد ملحوظ في خمس منها الحصبة والذي يسببه فيروس سريع العدوى وجد بيئة خصبة للانتشار في هذه الفترة التي يعاني فيها البلد من انهيار النظام الصحي خاصة بعد توقف برامج التطعيم الروتينية والحملات الوطنية للتحصين ضد أمراض الطفولة القاتلة منها الحصبة بسبب الحرب جرس الإنذار يدق إذن في شوه خاصة بعد مناشدة الأمين العام للمجلس المحلي في شبوى عبد الربو هجلة منظمات الصحة العالمية واليونسيف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للتدخل العجل لمساعدة الإدارات والمرافق الصحية وتعزيز قدراتها لمواجهة وباء الحصبة قبل انتشاره أكثر وقضائه على المزيد من أرواح الناس خاصة الأطفال ويبقى الخوف من انتشاره أكثر في شبوى وتوسع نطاقه والتسلل لباقي محافظات الجمهورية كما حدث من قبل بوباء الكوليرة الذي قضاه على آلاف اليمنيين